يجب محمد ضفاف نهر ملوية أو ما تبقى من آثاره بعد أن جفت مياهه إلى حد بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط ظاهرة مأساوية أخفت أطول أنهار المغرب من الوجود لأول مرة في التاريخ وحرمت مدينة السعيدية السياحية شرق المملكة من أبرز مواردها الطبيعية قصاوة الجفاف هنا قلبت موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية بعد أن باتت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر الآفل على امتداد 15 كم ما دفع بالكثير من المزارعين على ضفتيها إلى التخلي عن أراضيهم في الضفة اليسرى للنهر تبدو الفواكه المنتجة هنا باهتة ومشوهة الشكل بفعل سقيها بالمياه المالحة والملوثة انخفض معدل التساقطات المطرية في المملكة بأكثر من 84% منذ مطلع السنة الجارية عاصفة بالزراعة في المغرب المحرك الأساسي للاقتصاد في المملكة ويمتلوا نحو ربع اليد العاملة فيها